مروا داود صافه أنا في دار الفلقان الثاني أقرأ لكم سورة النمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيف هم يوزعون حتى إذا أتوا على واج النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحقا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحيت به وجئتك من سبع بنبا يقين صدق الله العظيم